السلام عليكم ورحمة الله سنكمل اليوم في مادة التربية الإسلامية أركان الإسلام مبارح خليتكم تحفظوا أركان الإسلام ذكر الشهادتان إقام الصلاة إتاء الزكاة صوم رمضان وحج البيت يثاني بعدين نكتبها على الدفتر كتاب على الدفتر أربع مرات اليوم رح نكمل ما معنى أركان الإسلام أول ركن الشهادتان يعني أن يحكي المسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأشهد أن محمدا رسول الله الآن إحنا بنآمن أن الله سبحانه وتعالى هو خلق كل شيء هو القادر على كل شيء ما إلو أي حدا ما إلو ولد ولا إلو صاحب ولا إلو صاحب ولا إلو صديق ولا يأكل ولا يشرب الله سبحانه وتعالى بنحكي له قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد إذن الله واحد ما إله أي حدا ثاني ومن آخر نبي بعض الله سيدنا محمد هو نبينا نبي أمة محمد عليه السلام الركن الثاني إقام الصلاة الله سبحانه وتعالى أمرنا بأن إحنا نأدي الصلاة بخمس صلوات في اليوم والليلة تعرفوا يا ثاني أن الله في البداية أمر بإقامة خمسين ألف صلاة فسيدنا محمد حكاله والله كثير على أمتي فحكاله خلص خليهم قلل مثلا خمسمية حكاله كمان قلل يا رسول الله يا الله قلل خليهم خمسين خمسين صلاة حكاله يا الله نقللها كمان شوي الله ما بيحب يجهدنا ويتعبنا قال خليهم خمس صلوات في اليوم والليلة خمس صلوات من أذان الفجر لأذان العشاء شو هنه صلاة الفجر صلاة الظهر صلاة العصر صلاة المغرب وصلاة العشاء علينا أن نحافظها وأدائها بأوقاتها إقامة الصلاة يعني إمي أنا أصلي خمس صلوات في اليوم والليلة وألتزم فيهم بعدين إتاء الزكاة إتاء الزكاة يعني أنه إحنا نعطي من مالنا المال الغني لمين للفقراء والمحتاجين نعطيهم جزء من المالنا إتاء الزكاة يعني أنه يعطي الغني المال لمين؟ الغني يعطي للغني؟ لا الغني يعطي للفقير إعطاء المال للغني للفقراء والمحتاجين بحاجة إلى المال ممكن نحطها بالجامع ممكن نعطيها لفقير الآن يا ثاني كثير إحنا وإحنا رايحين على السوق نجد ناس بمادة إداية بيحكوا لله أعطيني الله يخلي لك أولادك الله يرزقك الله يطعمك الله ينجحك بمدرستك الله يخليك دكتور الآن هاجي أنا أحكي له ما معي؟ أو زح إيدك؟ أو أنا أنفر فيه أزعله؟ لا لو حتى خمس قروش مبلغ صغير أعطيه بدعيلي دعوة حلوة طيبة الله بيسر أموري وإذا ما معي أنا بدعيلي دعوة الله يرزقك الله يعطيك الله يغنيك إذا ما معي مثلا كان معي بكات شبس بعطيه بكات الشبس إيش يرضيه؟ إنت الطفل بشوفه منك شيء كبير إذن أركان الإسلام الصلاة الشهادتان إقام الصلاة إتاء الزكاة ثم صومي رمضان صوم رمضان هو شهر شهر فقط بيمر علينا من أشهر السنة السنة 12 شهر بيمر فيها الـ 12 شهر شهر واحد بنصوم فيه يعني بنمتن عن الطعام بنبطل نوكل طول اليوم يا مثل من أذان الفجر إلى أذان المغرب بعدين لما يأذن المغرب بنجتمع بنحط فطرة رمضان الطيبة وبنوكل هاي عمشان نحس أنه فيه مسلم فقير مر عليه يوم كامل ما أكل إذن صوم رمضان لإمتناع أن تناول الطعام من أذان الفجر إلى أذان المغرب حج البيت أنه يذهب المسلم القادر اللي بيقدر يروح على مكة المكرمة هناك يعبد الله سبحانه وتعالى هاي مكة المكرمة لإداء فريضة الحج لمن استطاع إليها سبيلة جدا جميلة كثير حلوة مكة إن شاء الله يا رب نزورها مرتين وثلاث وأربعة لأني أنا رحت عليها مكة المكرمة إذن أركان الإسلام الشهادتان يقام الصلاة إتاء الزكاة صوم رمضان وحج البيت الآن بدنا نحل الأسئلة صفحة رقم ستة وثلاثين سؤال الأول أكتب أركان الإسلام مرتبة أنا كتبت رقم واحد الشهادتان آ إل إش إه آ الشها إد إت الشهادة آ الشهادة إن الشهادة تام رقم اثنين باكتب عندها رقم اثنين إقام آ إق آ آ إم إقام الصلاة آ إل إس إل آ إه إتاء مربوطة رقم ثلاث نكتب عندها رقم ثلاث إتاء آ آ إي إت آ إي إتاء الزكاة آ إل إز إك آ إي إتاء الزكاة رقم أربعة صوم رمضان إس و إم صوم رمضان رمضان رقم خمسة حج البيت إح إج حج آ إب إت ال بيت إملأ الفراغ بالكلمة المناسبة الكلمة الأولى آ إش آ إد إت آ إن الشها دتان كلمة الثانية رمضان أمرنا الله تعالى أن نصوم شهر رمضان أحسنتم هما شهادة أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله شو هي هاي تعريب للشهادتان لم أحكي الشهادتان بعرف يعني أنه أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله بدنا نحفظ أركان الإسلام عن غيب ومرتبة الشهادتان إقام الصلاة إتاء الزكاة صوم رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلة يعطيكم العافية ترجمة نانسي قنقر